ملك بتقول فيه وجع وشد في البطن فيه الكلام ده قلت لك الشمر يعني يا سيدة انزلي هاتي شوية شمر وحط عليهم مية بتغلي وإسقيهم لنفسك والأولاد قبل الأكل هتشيل كل الكلام ده تماما معروف ان الشمر إلى أبعد الحدود مهضم في الوقت نفسه بيشيل كل الألام والتقلصات اللي بوجودة والشمر مقبول جدا كطعم إلى أبعد الحدود هي بتقول فيه أجزاء من الظهر عنده وجهها وبيسمح في الرجلين تنميل ده ما يدل على أن هذا الفقرات ده يصعى العصب وأنا قلت الكلام ده سهل جدا يتعمل يا أستاذ النامي على ظهرك وكش رجليك بحيث رجليك تب زاوية قايمة بحيث رجليك تب زاوية قايمة جنب المقعدة وبعدين الكتوف على الأرض والمقعد على الأرض والرجليد على الأرض على السرير وقومي بالجزء اللي في النص ده قومي بيه كده فيه جزء قومي كده بيه وعدي عشرين واحد اتنين ثلاثة صباحا ومساء الفقرات هتبعد عن بعضيها عفوا الفقرات ده ما هتبعد عن بعضيها هيحصل حاجة في حاجة في حاجة في حاجة الجمال الكلام العصب اللي بتدس عليه هي يتساب والفقرات هتبعد تماما والكلام ده في حاجة الأهمية ان احنا بنقوي عضلة الضهر الأستاذة أسماء بتقول ان حشيشة الملاكة حاجة تستخدمها في الطبويد أنا قلت يا جماعة ان في الطبويد اللي احنا بالنسبة لنا الكلام ده كان بتتبع في الغرب تماما حشيشة الملاك لكن انت يا سيدة لو عازل تستخدمي حاجة في الطبويد حتي حاجة اسمها الهود خدي جرام ثلاث مرات في اليوم السيدة عائشة كانت بتقول وكان بيوصف عنها في زاد المعادة بن القيم قال حاجة مهمة جدا ان حتى اللي يأسوه من الحمل كانت السيدة عائشة بتديهم الهدال او الدبق جرام واحد ثلاث مرات في اليوم الحقيقة الى ابعد الحدود بيقولوا حتى لو كانت يعني الرحم طفولي حتى لو كانت البويضات غير نطجة بيجيب نتائج حتى المانيا بتقول دلوقتي وسموها الخلطة السويدية اللي عملتها السيدة عائشة بتقول انها انفح حتى عند اليأس من الحمل الاستاذة الاسماء برضو بتقول ان الام عندها جلطة والحمد لله ابنها شوفت ان الجلطة بس في ناحية اللي شوفت ان الجلطة لازم نديله كل يوم عشان الاربعتاشر عامل المسؤولين عن عدم تكوين الجلطة داخل الاوعية الدموية نوزنهم فلازم تديها قطعة مصطردة كل يوم قطعة مصطردة كل يوم مصطردة يعبار عن خردل وانا قلت ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبين لنا اهمية الخردل الضحكة الارض فاخرجت الكير الكير اللي هو الخردل